كنت من أسرة متوسطة بداية حياتي كنت في مدارس حكومة بعد كده أتطور حيشت مع كل الطبق والدها ووالدتها انفصلوا وهي صغيرة وعاشت مع جدتها ووالدتها كانت بتصرف عليها بعد ما سفرت واخدى موقف من والدها وقالت إنه ما يعرفش عنها حاجة وتجوزت من غير موافقته خلافات أسرية عاشتها الفنينة ياسمين صابري مع والدها الدكتور أشرف صابري من بعد انفصاله عن والدتها فمن وقتها علاقة ياسمين صابري بوالدها بقت جافة جدا وفضلت المشاكل والخلافات تكبر ما بينهم بمرور الأيام لحد بما بقى في ما بينهم فجوة كبيرة خاصة بعد شهرة ياسمين وظهور خلافاتهم للعلن فترى إيه سبب الجفاء اللي ما بين ياسمين صابري ووالدها وليه بيقول عنها إنها كانت نكرة للجميل ياسمين صابري اسكندرانية الأصل لأم كانت بطلة كبيرة في السباحة وقب بيشتغل طبيب لكن طفولتها ما كانتش عادية على حسب روايتها خاصة إن والدها ووالدتها انفصلوا هي لسه صغيرة وقتها علاقة ياسمين بدأت تبوز خاصة إن والدتها سفرت ببرة علشان تشتغل وتوفر لها فلوس أما هي فعاشت مع جدها وجدتها وفي كل اللقاء ليها بتحكي ياسمين إن جدتها هي لتولد تربيتها وإن علاقتها بوالدها ما كانتش قوية موقفش الخلاف ما بين ياسمين صابري ووالدها لحد كده ده كمان ياسمين اتجوزت رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة من غير موافقة والدها ومن غير ما يحضر الفرح وده اللي خلى والدها يهاجمها ويقول إنها انفصلت عن زوجها الأول اللي كان بيشتغل طبيب بسبب والدتها وإنها بعد الشهرة اتغيرت وبتنكر جميله عليها والمعاملة بينهم بقيت جفة لكن وقتها ياسمين تجاه للتصرحات والدها تماما وما كانتش بترد على أي هجوم أو انتقادات منه ليها لكن الخلافات بين ياسمين ووالدها رجعت اتجددت مرة تانية بعد ظهورها مع الاعلامي عمر قدي في بودكاست بيكتاير واللي قالت فيه إنها وصلت اللي وصلته في حياتها المهنية بسبب زكاءها والحظ وإن حياتها وهي صغيرة ما كانتش سهلة خالص وإنها كانت من أسرة متوسطة وإنها دخلت مدارس حكومية في البداية عشان كانت تعيش حياتها مع جدتها وبعد مظروف والدتها تحسنت انتقلت لمدارس أحسن وإنها بتصرف عن نفسها من وهي عندها 17 سنة طبعاً تصريحات ياسمين صابري استفزت والدها خاصة إنه أكد أكتر من مرة أنه كان متكفل بمصارفها وكانت عايشة حياة مرفها وده اللي خلاه ينشر صورة أكد صحة كلامه وكمان ينشر بوست يقول فيه بعد ما الواحد كبر وبيشوف ولاده بيحمد ربنا اتربوا كويس رغم إننا طبقة متوسطة عاشوا في بيت أبوهم وبناتي كانوا في مدرسة EGC بتاعت الطبقة المتوسطة وكنت مهتم تكون مربيتهم في البنية علشان يتكلموا اللغة الإنجليزية كويس بتاعت الطبقة المتوسطة واشتغلت طبيب وتعلمت بر عشان أنجح ولادي في الطبقة دي وابني كان في مدرسة فيكتوريا دلوقتي ابني في أمريكا بيشتغل بعد ما جوزته الحمد لله ونرمينا بنتي جوزها دكتور زي بس أطفال من الطبقة المتوسطة والتانية فنانة وعندي بنت فرنسوية كنت بفسحهم دايماً في اليخت بتاعي الصغير بتاع الطبقة المتوسطة ولما بتفرج على حفتي بفرح ومنتظر عم بلال يجيب لي ولي العهد قريب كلهم بيحبوا أبوهم وأليكساندرا هتتجنن وتيجي مصر لأنها مع أمها في فرنسا علشان تقعد مع أبوها وهي الوحيدة البعيدة لكن ليها أم محترمة تعرف تخلي أبوها رمز حتى لو بعيد ومنتظر وصولها بفارغ الصبر أحياناً يطلع عائل من عيالك بالراوي وناكر للجميل ويتكلم كأنه بيمثل فيلم كل اختراعات لكن دي سنة الحياة المهم أنهم كويسين وبخير وأحب أوضح أننا كنا سعداء في الطبق المتوسطة لحد دلوقتي الحمد لله لكن ياسمين لحد دلوقتي ما ردتش على الكلام اللي قاله والدها فإطرة هتطلع وتوضح والدها يقصد إيه ولا هتتجاهل كالعادة